السلام عليكم ومقبلين على أيام مباركة نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان ويتقبل منا صالح الأعمال يا رب اللهم آمين آمين يا رب فحابين دكتورة نعرف كيف تنظيم الأدوية أثناء الصيام وخطورة عدم تنظيمها في رمضان يعني كثير ناس تعاني من هذا المشكلة اللي هو تنظيم الأدوية في رمضان نعم بداية نمسي عليكم ونقول رمضان باقينا ثلاثة أيام الله يبلغنا واللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وعننا فيه يا الله على الصيام والقيام وقراءة القرآن مناسبة ليست فقط دينية ولكن أيضا مناسبة صحية وبنتكلم ليش هي مناسبة صحية سبحان الله رب العالمين بيعطينا فرص بيعطينا إمكانيات للرجوع أكثر للفترة للرجوع لل للإتزان ربنا بيقول والسماء رفعها ووضع الميزان الصيام بيساعدنا أنه إحنا نرجع كفة الميزان للمكان الصحيح فقبل لا أبدأ بس أبغى أشكر فعلا يعني من أعماق أعماق روحي جمعية إشراق ممثلة بسمو الأميرة نوف الأستاذة نوال الشريف أستاذة فوز أستاذة لولو جميع القائمين فردا فردا في الصرح العظيم الجميل هذا على إتاحة الفرصة لللقاء وللتوعية مع الناس دايركت وجها للوجه الأشياء هذه جدا جدا مهمة تخلينا جميعا كده نجتمع على قلب واحد الهدف مشترك حتى نقدر نستقبل الأيام الفضيلة هذه وإحنا إن شاء الله مستعدين واعيين عارفين إحنا على إيش مقبلين وكيف نقدر نستفيد من الأيام هذه سواء إحنا كان في عندنا تحدي المرض أو ما كان في عندنا تحدي المرض أسأل الله أن ينفع به كما انتوينا له جميعا بداية كيفية تنظيم الأدوية أثناء الصيام هل لازم أنا فعلا أنظم أدويتي أثناء الصيام إيه نعم أنا في الأحوال العادية أنا عندي 24 hours 24 ساعة أنا متاحة لإني أخذ أدويتي فيها وقت رمضان بيختصر الوقت إلى 9 أو 10 ساعات فيه تتفاوت plus or minus one or two hours لكن الوقت الغالبين المتاح 9 إلى 10 ساعات طب أنا إيش أقدر أني أسوي فيها كيف أقدر أنظم أدويتي حنتكلم الآن لو كانت هي جرعة واحدة إن شاء الله أنه ما فيها أي مشكلة أنا مجرد بس أشوف هل هي قبل بعد لهذا وأحولها بحيث أني أخذها قبل أو بعد الإفطار حسب تعليمات التعليمات الأساسية من طبيبي أو من الأسائد الآن إذا كانت جرعتين في أغلب الأحيان أغلب الأحيان ما أقول في كل الأحوال it's okay لا بأس نقدر أني أنا آخذها سواء كانت الجرعة الأساسية حقتي قبل أو بعد الأكل آخذها الجرعة الأولى قبل أو بعد الفطور حسب التوصية حقتي والجرعة الثانية آخذها قبل أو بعد السحور وخلينا هنا نتفق حتى أني أنا تماكسيمايز الوقت المتاح لإني أخذ فيه الأدوية نتبع السنة النبوية ما زالت أمتي بخير ما عجل الفطور وأخر السحور سبحان الله يعني الكلام هذا من قرون عديدة لكن لازلنا نحصد ثماره إلى الآن وهو أصلا يتماشى مع الفطرة الإنسان يكون صايم يحتاج إلى الأكل فيعجل بالفطر ونفس الشيء يأخر السحور حتى أنه يكون يعني لسه يعني يعني يكون آخر عهده قريب بالأكل قبل لا يمسك ويبتدي الصيام فهي فعلا سنة وعادة صحية جميلة لو إحنا يعني نتبعها إحياء للسنة ونحتسب الأجر وأيضا شيء صحي تعجيل الفطور وتأخير السحور حتى كمان إني أستفيد من وقت أطول المتاح عندي لأخذ الأدوية وليس فقط الأخذ الأدوية إحنا نتكلم اليوم على بعض العادات الصحية لما يكون الوقت المتاح عندي أطول أنا أقدر أني أنا أخذ فيه يعني أشرب السوائل أقسم الوجبات بحيث أنا يعني أتجنب الجفاف والجوع في ثاني يوم طيب لو كان أنا الأدوية اللي عندي ثلاث مرات أو مثلا أربع مرات ليس فقط مرتين أنا في الحالة هذي أشي أسوي الحمد لله أنه العلم تطور والطب تطور مع العلم وصار فيه عندنا من أغلب الأدوية أغلب الأدوية فيه عندنا دوسج فورمز يعني أشكال صيدلانية مختلفة للأدوية تتيح لي يعني مثلا أغلب المضادات الحيوية اللي كنا نأخذها أول ثلاثة ثمان ساعات ثلاث مرات في اليوم موجودة منها الآن من نفس نفس الدواء نفس العلاج ممكن تحصل فيه منه شكل صيدلاني آخر بحيث أن أنا أقدر أخذه مرتين أو مرة واحدة في اليوم ما هو موجود الشكل الصيدلاني هذا حبوب أو ممكن فيه منه حقا ما حصل منه ممكن الطبيب يغير لي المضاد الحيوية لأن المضادات الحيوية فيه بعض منها تتشابه في السبكترم أوف كوبرج يعني تغطية الميكروبات بالرجوع للطبيب وإحنا الآن في عندنا لسة شانس فيه معنا كمان يومين خلاثة قبل رمضان أنا أرجع لطبيبي أنه هو يغير للعلاج بحيث أنه يكون يعني مرة أو مرتين في اليوم فيه اللقاء أروح أروح المدرسة أروح الجامعتي اللواثق هذه الباتش موجودة وأقدر أني أحطها على الجلد حسب التعليمات بدون ما تبسد لي صيام فيه كمان أنواع ثانية مش المرضى الـ العموما الأمراض فيه عندنا قلنا الحقن فيه عندنا التحاميل فيه عندنا أشكال صيدلانية كثيرة يعني تساعدني وتعطيني مرونة في التحكم في وقت أخذ الدواء هذا بالنسبة للتنظيم الأدوية خلينا نقول سريعا لأنه أنا جاسة أشوف تجيني أسئلة من على الواتس أيوة المفطرات تراها قليلة خلينا نقول يعني ترى أغلب الحقن ما عدا الحقن الوريدية المغذية يعني اللي تأخذ بالوريد بقصد التغذية هي يمكن هي هذا اللي تفطر أغلب الحقن العضلية لهذا ما تفطر الحقن العضلية الحقن اللي هي تحت الجلد ما تفطر أي شيء تحت الجلد ترى ما يفطر سواء كان اللواثق فوق الجلد القطرات العين الأذن ما تفطر أغلب المراهم الكريمات الدهونات ما تفطر تخيلوا الأدوية اللي تحت اللسان أنا كان جاني استفسار من فترة الأدوية اللي تحت اللسان السابلينجو الهادي ترى ما تفطر مع أنه هي في داخل الفم لكنه يتم امتصاصها بشكل مباشر للدم لأنه بيكون كمية الأوعية الدمية تحت اللسان سبحان الخالق كثيرة والكثافتها عالية بحيث أنه هي تمتص الدواء مباشر للدم يعني ما يدخل للجهاز الهضم يعني هي أصلا ما تدخل للفم هي تحت اللسان فما تدخل للفم علشان كذا اتفق جمهور العلماء جزاهم الله خير إنها ما تفطر الحبوب اللي تحت اللسان ترى ما تفطر يمكن هي هادي أهم الأشياء لأنا كنت أبغى أتكلم فيها بخصوص الأشكال الصيدلاني اللي ما تفطر طب هل في خطورة من عدم تنظيم الأدوى في رمضان إي نعم لأنه المرض إذا أنا ما أخذت له علاج قد يشتد المرض قد تحصل انتكاسة في المرض الشفاء قد يتأخر بسبب عدم أخذ الدواء الانقطاع بيسوي خلل في انتظام معدل الدواء أو نسبة الدواء في داخل الدم وهذا بيأخر في الشفاء طبع الدأخير في الشفاء حيزود لكمان مدة المرض هذه أهم الأنواع المخاطر اللي بتصيب تحصل نتيجة عدم تنظيم الأدوى في رمضان أنا والله ما أبغاد يزيد مرضي ولا أنه يطول مرضي ولا أني مثلا وصلت إلى استجابة معينة أنا بتكلم بالأخص على الأمراض المزمنة أنا والله خلص الدواء مستقر في جسمي في دمي بنسبة معينة أنا ما أبغى أسوي خلل أو عدم انتظام لنسبة الدواء ونحاول أنه نسدد ونقارب في أثناء الشهر الكريم هذا بحيث أني أنا تستمر فعالية ونسبة الدواء عندي مثل ما كانت قبل رمضان طيب المحور الثالث يمكن هو هذا من أهم المحاور إدارة الألم أثناء الصيام أول شيء خليني أقول لكم أنه غالبية أنواع الألم أنا ما أتكلم على المرضى مرضى الألم اللي عندهم فعلا ألم لكن الناس اللي تيجي تقول لي أنا أحس بألام أثناء الصيام أنا أصدع أنا أتعب أنا أدوخ أنا هذا تسمحوا لي لا أحد يزعلمني لكن هذا دراسات وأبحاث غالبية الألام هذه وهمية وهمية نعم نعم ليش لأنه إحنا في عندنا للأسف وعي جمعي كبير يقول لك إنه إحنا إذا ما أكلنا أو إذا ما شربنا حنصدع حنتعب حندوخ فخلص إحنا أخذنا القناعات هذه مسلمات وللأسف الجسم يعني لما بتعطيه إشارات من الدماغ خلاص هو هذه صارت عنده معتقد راسخ إنه والله أنا بدون أكل أو بدون شرب إني أنا حتعب إنتوا عارفين إنه الشيء هذا مو صحيح بالعكس بدون أكل وبدون شرب فرصة ذهبية للجسم إنه هو يستفيد من الكاربوهايدريت والدهون المخزنة في الكبد وفي العضلات إنه هو يطلعها ويحرقها ويطلع لها طاقة الجسم عنده مصادر كثيرة إنه هو يطلع طاقة وإنه هو يصوم بأرياحية وما يتعب وما يدوف وما يحس بالصداع ولا أي شيء من الأشياء الوهمية اللي إحنا للأسف خلاص أخذناها مسلمات حتى ما فكرنا فيها رب العالمين سبحانه وتعالى ما بيفرض شيء للشقاء أو للمعاناة بالعكس الشهر الفضيل هذا هذه فرصة ذهبية إنه إحنا نرجع شوية نتوازن إنه إحنا نرجع شوية من الأشياء المكدسة المخزنة إذا كان بيقول لك على مستوى البيوت أو المكاتب لازم أنت ما بين فترة والثانية تشوف فيه أشياء ما هي مستخدمة تخلص منها هذا حتى في علم الإدارة في الكايزن يقول لك خلاص إذا مرت عليها فترة طويلة ما هي مستخدمة تخلص منها أنت لست بحاجة لها فما بالكم بالدهون والكاربوهايدريت المخزنة بالأخص الدهون المخزنة لما يكون أنا أجلس فترة بدون أكل الجسم يبتد يعطي إشارات الدماغ يعطي إشارات أنه طلع من مخزون الكاربوهايدريت والدهون الموجودة في الكبد والعضلات حتى أنه ينتج طاقة ويتم نفس المستوى من الحيوية والنشاط مثل باقي الأيام الثانية لكن للأسف نحن نقنع نفسنا ونحن تعبانين ونحن دايقين الشيء الثاني اللي أبغى أقول والناس اللي تقول لي صداع وهذا لأنه نحن معتمدين على القهوة تسمحوا لي مرة ثانية أقول لكم أنه نحن اعتماد على القهوة في الصباح يعني اعتماد للأسف مو صحيح إحنا لما نقوم الصباح رب العالمين سبحانه وتعالى يعني هرمون الكورتزول بيكون في أعلى نسبه لأنه خلاص طوال الليل بينتج وبيفرز في الصباح بيكون في أعلى نسبه طب أنا عندي كورتزول اللي هو هرمون التيقض واللي يساعدني أني أنا لمواجهة أي الضغوط أي إجهاد ممكن يحصل في أثناء يومي بيكون في أعلى قمة أجي أنا أعطيه كمان منبه طيب ليه أنا ربي ما أعطيني منبه تيقض يعطيني إحساس جميل في الصباح لماذا أحتاج كافيين لماذا أخذ شيء أكسترنل وأوقف في الطابور صرنا والله نشوف الصباح وإحنا رايحين على أماكن بيع القهوة طوابير طوابير ونسوي زحمة في الرياض فوق زحمة اللي موجودة حاليا وصرف وأتأخر أحيانا على شغلي أو توصيل أولادي لا يحتاج الله سبحانه وتعالى خالقنا الكورتيزول طبيعي الكورتيزول هذا موجود لكن أنا سبب له تثبيت لما أنا أعطي كفايين خارجي ممكن تاخد كافي مثلا في نص اليوم بعد ما يكون خلاص أنا استهلكت يمكن الكورتيزول بالأخص للناس اللي هي عندها كمية توتر وضغط عالي في أعمالها أو في أشغالها لكن أنا أجي في الصباح وهو في وقت الذروة حقه أنا كمان أخذ كافي ليس له ليس له داعي يعني حتى هذا في علم الإدارة والجود يسمى هدر أنا في عندي رب العالمين معطيني شيء مخزون وفي أوجه أنا أروح أعطيه شيء كني بيقوله لا والله استط إحنا ما نحتاجه ومع تكرار الشيء هذا يحصل فعلا اللي هو الاعتماد وليس فقط التعود أيو لأنك أنت ثبت الكورتيزول الطبيعي اللي بيفرز الصباح الأدرينالين اللي أنا محتاجة والدوبامين هذه كلها بتكون في يعني في معدلاتها الجميلة في الصباح مع إشراقة الشمس ولهذا خلاص الدوبامين في الصباح في الصباح في الصباح الأدرينالين لأنني أعرف أنني أحب ديومي وقلهم تنحو جانبا أنا أبغى أعطيكم شيء أخر ليه الله ما أعطيني استخدموا الهبات لرب العالمين وبعد كذا لما يجي رمضان أو تيجيني مثلا أيام أنا ما أقدر أشرف فيها الكافي أحس بالصداع أحس بالتوتر أعصب وأنا سايق أوصل شغلي مقتش ليه ترى إحنا اللي قادرين نسوي الشيء هذا في نفسنا السنة الماضية أخذنا وقت طويل وإحنا نقول إنه إحنا نعود نفسنا نخطف من القهوة في الصباح أنا أقول لكم أعيد النظر في موضوع القهوة في الصباح هل إحنا فعلا بيحاجة لها والله عشان أصحصح أنت أصلا مسحصح أنت قمت الصباح مسحصح أنت أخذت يعني النوم الليلي هذا اللي بيفرز فيه هرمون السعادة الميلاتونين وهذا وتقوم الصباح أنت فيه عندك دوبامين وأدرينالين وكورتيزول أنت إحنا الصباح إحنا ما إحنا بيحاجة قهوة ممكن نحتاج لها ممكن نحتاج لها في وسط اليوم على نهاية اليوم قهوة ساحرة المعذرة الدكتورة ممكن أخذت يعني من باب العادة من روتين للقهوة يعني صارت عادة يوميا عادة ولأنه يعني بالغنا للأسف في العادة هذه وابتعدنا شوي عن الاتزان فصار فيه اعتماد عليها أستاذة لولو للأسف صح فعلشان كده نعيد النظر في موضوع حاجتنا للقهوة في الصباح طيب نرجع لموضوع الألم أثناء الصيام فإحنا الآن قلنا أنه أغلب الصداع وهذا وهمي الشيء الثاني اللي هو نتيجة الاعتماد على القهوة نعيد النظر يمكن رمضان هذا يعني ما في كثير وقت لكن على الأقل نبدأ نبدأ أنه نعيد النظر ونشوف وكيف نكيف نفسنا وصدقوني مجرد المعرفة هذه هتغير كثير أشياء في داخل دماغك ويبتدي أنه هو فعلا يرجع للصحيح لأنه أغلب الأشياء احنا ما قلنا للأسف وهم طيب إذا كان فعلا في ألم أكرر وأقول ملايين المرات يا جماعة الخير الألم رسول الألم منبه أنا ما أبغى أتعامل فقط مع الألم بحد ذاته الألم رسول بيقولي أنه خطأ في مكان ما أدور مصدر ليش عندي ألم هل هناك داء لم يتم تشخيصه وبالتالي لم يتم علاجه هل أنا مثلا ابتعدت عن الاتزان مبالغ في أشياء معينة في أشياء أنا مفرط فيها في أشياء أنا مفرط فيها الألم رسول لازم لازم نسوي فحوصات فحص جسدي وفحص نفسي أجلس وأشوف ليش الألم هذا فين فين مكان الألم وهل هو فعلا فقط هذا الألم ولا هو دلال هو دائم من الألم دلال لشيء فابحث فابحث عن المصدر الألم حصلت أنه فعلا في مصدر للألم هذا ولازم أتعامل مع الألم هذا زي ما قلنا في نهار رمضان الآن في عندنا أشياء كثيرة لتسكين الآلام في عندنا الفاتشز اللي هي اللصقات الجلدية ما تفطر في عندي تحاميل ما تفطر في عندي حقن جميع أنواع الحقن اللي أنا ممكن أخذها ما تفطر حتى لو كانت في الوريد ما تفطر في عندي مثلا أحيانا مراهم الأشياء هذه كمان تساعد في تدليق ممكن تخفف من الألم برضو ما تفطر شيء ثاني ممكن يكون يسبب ألم أو دوخة أو صداع فيه في نهار رمضان ألا وهو الجفاف مش الجوع الجفاف والجفاف للأسف إحنا اللي نتسبب في الجفاف هذا في نهار رمضان ليه لأنني أنا ما أخذ كفايتي من السوائل في أثناء فترة الأفطار أنا عندي تسعة أو عشر ساعات أستغلها استغلال جيد لازم لازم لأي شخص مش بس الأصايم لازم إحنا دايما نقول وإذا كنت أنت إنسان بتبدو المجهود بدني عضلي أو تتعرض لدرجات حرارة عالية الكمية هذه لازم تزيد أيضا تكمبنسيت علشان أنا نعوض المفقود من السوائل إذا أنا ما أخذت في أثناء فترة الأفطار أي نعم أنا حس بالجفاف في فترة الصيام ومش هو هذا المطلوب من الصيام الصيام حتى أن أنا أنظم أنظف فرصة أن أسوي ديتوكس إزالة السموم اللي موجودة في جسمي ساعد جسمك إنه هو يزيل السموم هذي وإشرب كميات كافية من السوائل أثناء الأفطار مع يعني مش بالضرورة بس مع الوجب أنت عندك تسع وعشر ساعات استغلها every now and then روح وتعال وإشرب وأنا أشجع أكثر شرب الماء الماء اللي هو بدرجة حرارة الغرفة اللي ما يقدر يبغى أوكي لا بأس نشرب مع بارد بس ما نكثر حتى حتى أنا ثاني يوم ما يحصل عندي جفاف وبالتالي ما يصير فيه عندي صداع أو آلم المحور اللي بعد كذا هل في خطورة من صيام بعض الحالات زي مثلا الأمراض المناعية هنا القطب الصرع أي كان في قاعدة هنا يعني فقهية اتفقوا عليها جمهور العلماء مع الأطباء إذا كان الصيام بيسبب زيادة في المرض أو في شدة المرض أو قد يتسبب في ظهور مرض هنا الإفطار جائز إذا كان الصيام حيسب تأخر في الشفاء الإفطار هنا جائز وأرجوكم يعني رب العالمين بيقول مش أنا اللي بقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه زي ما أنت الله تحب أنه أنت تسوي الفريضة وكذا ربي لما يعطيك رخصة خذها استفيد منها وإمتن لله سبحانه وتعالى اللي بيراعي ظروفنا في أثناء المرض ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الذي لا يرجى برأح يعني مثلا مرض مزمن والله أجل وأعلى وأعلم ما رح يكون فيه شفاء بتصدق طبعا عن الأيام اللي هو بيفطر فيه الله معطينا رخص خذوها إذا كان المرض إذا كان الصيام هي يزود المرض أو هيأخر الشفاء طيب نبغى أرشادات نصائح طبية لسفا نبغى سمي سمي لكن أبغى أقولك نبغى أرشادات نصائح طبية طيب مثل ما تكلمنا بس خلينا يعني أول شيء أني نتبع السنة واللي هي العادة الصحية أنه نعجل الفطور ونؤخر الصحور عشان أستفيد من أطول وقت ممكن أني أنا أتروى فيه بالسوائل أني أنا أقسم الوجبات حقتي كمان فيه سنة وهي كانت يمكن عادة عندنا إحنا السعوديين أنا ما أدري ليه في عادات كثيرة لنا إحنا أهملناها إحنا كان زمان يعني أهلنا كذا كانوا يفطروا دائما على تمروا لبن أو أحيانا تمروا قهوم أنا مني معا تمروا القهوة علشان الحموضة والأشياء هذي بس تمروا لبن this is great combination by the way بيعطيك كل المعادن والفيتامينات اللي أنت محتاج لها حتى أنه والله خلاص يعني to break the fasting أنك توقف الصيام وتأخذ ما تحتاجه فكانوا أهلنا يعني تمروا لبن وأحيانا مثلا الناس اللي تكون جي عنها ممكن تاخذ مثلا سبس يعني تاخذ كم من رشفة كده من الشربة سنبوسة عصير وبعد كده يقوم ويصلوا أنتو عارفين البريك هذه ما بين أني أنا يعني أخذلي شوية تأكل لقيمات يقمت أوده بعد كده أني أنا أصلي أو أسوي مجهود بدني أو عضلي أو أني فقط بس أبتعد عن الطعام أنتو عارفين أنه شيء هذا يصد الشهية ويخليني أكتفي بالكمية اللي أنا أخذتها إحنا الآن للناس اللي في عندهم زيادة في الوزن نقول لهم قاعدة الخمس دقائق ابعد عن الأكل خمس دقائق خد شوية أكل كده يعني بس يعني خفف اللحفة أو الكريبينغ هذا التعطش للأكل وابتعد عنه خمس دقائق حترجع خلاص الإشهية راحت ليش لأنه مراكز الشبع تقول بي ساتسفايد خلاص رضيت أنت دخل لها أكل صدقوني صدقوني إحنا بناكل كثير أكثر من اللي إحنا محتاجينه لأنه إحنا بناكل بسرعة وما بنعطي وقت يعني بريك أنت لو أكلت كم اللقمة بضع له قيمات وقفت حتحس خلاص بالشبع ما رح تحس أنه أنت تبغى ترجع تاكل مرة ثانية وهذا حيساعدنا في خسارة الوزن وفي التخلص من السموم والأشياء هذه موضوع خسارة الوزن أستاذ أولو وولايهون السامعين جميعا جميعا أصبح حاجس الآن بالأخص مع تغير مقاييس الجمال عندنا يمكن بتأثير السوشيال ميديا صحيح أغلب الحوص للأسف للأسف طيب الدين لو إحنا تبعنا الاتزان اللي بيؤمر فيه الدين صدقوني حننحق في عندنا فرصة ذهبية أنه إحنا ننحق وينقص وزننا في أثناء رمضان لو اتبعنا السنة والعداد الصحية إذن أنا أفطر تمر لبن موية وأقوم أصلي خلاص ما رح يكون في عندي حاجة ممكن بعدها آخذ سوائل وزي ما قلنا السوائل اللي نوصي فيها هي الموية يجي بعدها في الدرجة الثانية اللي هي العصيرات الطبيعية الفريش جوز اللي معصورة على البارد عشان بيكون فيها كمية ألياك وكذا حتى أنه نتجنب الإصابة بالأمساك جيعان أنا ممكن آخذ فاكهة ممكن آكل أكل لكن بعدها ساعتين ثلاثة حتى أني أعطي رسول الله صلى عليه اللي أنا أخذته فما أجي بعد ساعتين ما أجي بعد شوية وعلى طول آكل لا أعطيها وقت أريحي أنها تهضم الكمية الأولى اللي أنا أخذتها بعدين بعد ساعتين أو ثلاث ساعات أفضل أني أنا أرجع أكل مرة ثانية طبعا مع الأكل دائما سوائل 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 طوال فترة الإفطار فيه ناس كثير تسأل لي على موضوع الرياضة ما أفضل وقت لممارسة الرياضة حسب أنت متعود أنت والله مثلا تمارس الرياضة بعد الأكل ساعتين ثلاثة أوكي أنت تقدر تسوي بعد الإفطار ساعتين ثلاثة فيه ناس اللي هو صباح ما تقدر والله فيه أكل فيه داخل جسمه يحس بالإرهاق أوكي هذور يعني إذا كنت تبغى تسوي بدون أكل الساعة الأخيرة قبل الإفطار ومش ساعة اللي هي الخمسة وأربعين أو ثلاثين دقيقة ما قبل الإفطار لأنه خلاص أنت بعدها هتكون مجهد وتبغى تشرب موية فهذا هو الوقت الأنسب لك ممكن مثلا آخر وقت قبل السحور كمان الجسم ما بيكون فيه يعني السحور مباشرة فيه كمان أشياء معينة أنه لازم ناكل خضروات وفاكة كثر ما نقدر مش بس علشان والله أنا ما أسمن علشان كمان أتجنب الأمساك لأنه الألياف اللي بتكون موجودة بتعطي إحساس بالشبع بتعطي إحساس جميل بالشبع وما تخليني ثاني يوم أحس أني أنا كده محروم أو ما عندي أكل هش في نصائح ثاني إحنا ممكن نعطيها تقليل لإعتمادنا على المنبهات عموما الكافيين القهوة الشاهي مع أنه بيقول لك يعني كوب كوبين قهوة أو شاه كل هذا بالعكس يعني جيد لكن الاكتار منه أو التعود والإعتماد عليه بالأخص في فترات يعني أول فترات الاستيقاظ هذا ما هو شيء صحي هذه يمكن أهم النصائح اللي أنا أبغى أتكلم فيها اليوم هل في أحد عنده أسئلة أستاذة لولوة يوى ممكن نشوف المستمعين إذا في أحد يحب يسأل تروف هدين أنا في أسئلة تجيني على الواتساب في عندي علاج في عندي سؤال أحد متابعين يقول علاج الاستراتيرا متى يأخذ في رمضان هو جرعة أو جرعتين استراتيرا عادة جرعتين سيئل مو مكتوب صحيح حسب هو زي ما تكلمنا في بداية اللقاء حسب هو الطبيب مثلا قاله أنه يأخذ قبل الأكل بعد الأكل إذا كانت جرعتين إذا كان مثلا هو مثلا الجرعة الأساسية حقته أنه مثلا مرتين بعد الأكل أوكي هو يأخذ أول جرعة بعد الفطور والجرعة الثانية على طول بعد السحور إذا كانت جرعة واحدة خلاص يأخذها هو بعد الفطور حسب الطبيب هو إيش كان كاتب له مثلا قبل أو بعد الأكل طب فيه سؤال الدكتورة شخص يقول أخذ الدول مدة شهرين وما شف نتيجة غير الألم وزيادة التوتر وفقدان الشهية هو يأخذ كونسيرتا هار عنده ألم ما شف غير زيادة الألم والتوتر وفقدان الشهية طبعا التوتر وفقدان الشهية هذه أحد الأعراض الجانبية للمقاد عموما إن ألم هذا شي يعني طب هل هو متأكد من التشخيص وإذا كان متأكد من التشخيص إذا حصلت آثار جانبية بحيث أنه هي تفوق الأعراض الأساسية اللي أنا يعني جيت لأجلها للتشخيص وللعلاج معنا كده أنه الدواء مو مناسب حالتي وإحنا فيه عندنا يعني في المنشطات نفسها فيه عندنا كذا نوع من المنشطات والله المنشطات هذا المنشط ما نسبني ممكن منشط ثاني مجموعة المنشطات كلها ما نسبتني ممكن يعني أنتقل للخط لعلاج الثاني زي مثلا الاستراتيرا بعض مضادات الاكتئاب أقدر أني أنا أختار فيه أنواع يعني الليستة تطول ما شاء الله تبارك الله ما نسبني شيء ويعني زود لي التوتر بس أنا حاس أن فيه يعني التشقيص يمكن ما يكون صح ألم الكلمة هذه شوية بثير عندي يمكن التشقيص مو صح أستاذ نورا السلام عليكم وليكم السلام يا حدا حياك الله أنا عندي سؤال بخصوص الجرعة الجرعات حق الأدوية متى عرف أن الجرعة هذه هي الجرعة المناسبة متى تنزاد ومتى تنقف إذا كانت الجرعة اللي أنا آخذها بتسوي سيطرة كافية على الأعراض اللي مضايقتني في بداية المرض معنى كده أنه هذه الجرعة كافية لا زالت هناك أعراض أو شدة الأعراض عالية معنى كده أن الجرعة ما هي كافية طيب وإذا كانت متذذبة يعني مرة يشتغل مرة ما وشغال يعني مرة تحس أنه قاعد يفيد ومرة تحس أنه والتوتر وهذا قاعد يزيد أكثر من أكثر من العادي أكثر من القضية طب هل فيه انتظام في أخذ الجرعات فيه انتظام بس الضروب تكون مختلفة فأحيانا بعض الأوضاع يكون ما لقيمة أو ما أشوف من النتيجة ما أحس فرق وأحيانا لا من وضع تمام أحس فيه فرق فما أدري هل الجرعة قليلة أو يحتاج أزيدها أو ممكن اضطراب آخر مصاحبة ممكن قد يكون هناك اضطراب آخر مصاحب أنا قاعدة أخذ أدوية القلق معه بس ما أدري وش المفروض أزيدها أدوية القلق أو أطلب من الطبيب يزيد لأدوية الـ ADHD لالكونسرت أنا بقول لك الآن تقول لك أنه الأبر هانت تكون مفروض لأدوية فرط الحركة وتشتت الانتباه لأنه القلق والتوتر أحيانا يكون عرض مصاحب فلو أنا وعادة الأشخاص اللي عندهم فرط حركة وتشتت الانتباه يكون القلق عندهم يعني زياد أحيانا قد يكون عرض مصاحب وحيانا قد يكون أيضا مرض آخر مصاحب لكن إذا أنا سيطرت على الفرط الحركة وتشتت الانتباه بشكل كافي مفروض أنه الأعراض القلق والتوتر أنها يتم السيطرة عليها بالمصاحبة معه لأنه في كثير من التوتر ناشئ عن طريقة التفكير الشخص المصاب بفرط الحركة وتشتت الانتباه يعني أنه بيكون عنده كثير محاذير قلق حساسية لبعض الأمور فلو أنا أعطيت جرعة كافية من الدواء اللي هو لسيطرة على فرط الحركة تشتت الانتباه فمفروض أنه ما يكون في عندي أعراض مصاحبة للقلق والتوتر وأرجع كمان أنا أشوف نمط حياتي هل نمط حياتي في الغالب متوتر في أشياء تثير قلقي تثير توتري معنى كده أنا أرجع لطبيبة بحيث أن أنا أزود الجرعة حتى أنها تغطيني في كافة الأيام اللي فيها توتر وقلق أنا ما أقدر مثلا على زيادة الجرعة بتسوي لي آثار جانبية يأمن أني أغير مثلا العلاج بحيث يكون الكفريج حقه أعلى أو أني ألجأ للتقنيات الأخرى مثلا زي التنفس آليات حل المشكلات آليات وضع الأولويات أشوف أنا إيش الأولويات في حياتي لأنه هذه واحدة من أشياء اللي فيها تحدي كبير لمرضى لفرط الحركة تحدي الانتباه في إدارتها كل شيء في حياته مهم كل شيء له الأولوية فتعلم إدارة الأولوية تعلم كيفية حل المشكلات تقليل الحساسية تجاه المواضيع والأشخاص يساعد كثير أن أنا أتغلب على أعراض التوتر والقلق والنرفزة أستاذة نورة هل جاوبتك؟ أين يعطيك العافية شكرا الله يعافيك تفضل منو أنا؟ شو هذا حصول تفضل أعصف أسأل منو هديل ولا جمهية؟ كلنا واحد تفضل عندي سؤال عندي سؤال نفيني ADHD بس أنا بس أبي عرف حقيقة ADHD شون يعني أنا صول لي الفحص أو الورقة اللي تنكت فيها عراض ADHD أحس أن أغلب ناس فيها هذه الأعراض هذه يعني مو ما حس أن فيه شي ديد يعني أغلب ناس مثلا لما يجلسون في الكرسي يزهقون يقومون يمشون مثلا أو غير الأعراض ثانية مثلا ما أدري يعني شون عرف أن صج هذا ADHD أو يعني يفرق عن الشخص الطبيعي طيب أستاذ أسألك سؤال الأعراض هذه اللي خلتك أنك تروح تطلب بتعطل محامك تحصيلك الأكاديمي تواصلك مع العائلة هل في تحديات في شو أنا عندي مشاكل في العلاقات ما أخبي عليك هذه بس أحس أن المشكلة مو فيني كثير من مشكلة في العلاقات أحس يعني أما غير مثلا مشاكل مدرسة أو دراسية إي هذي حصلت وياي بس أحس أن هم مو بسان يعني في وعيد ناس ما كانوا شواطين بالدراسة أنا حس حتى يمكن من النظام الأكاديمي نفسه أو نظام الدراسي نفسه مو مشكلة فيني أنا أحس فهمت شون يمكن بس الأمور اللي لاحظت أن الحركة زايدة أن يتحرك وائد إيه هذا اللي لاحظت بس بس أن الانتباه حس يعني ما أدري طيب تركيز تقدر مثلا لو مثلا أنا أعطيك مسألة حسابية نعم فخلال كم تقدر تخلص لي هي مسألة حسابية متوسطة فخلال كم تخلص هالي يعني إذا كانت معقدة أم سهلة شو وصت والله طول لأنا ما عندي مهارة مهارة الرياضيات أنا أعتقد موضوع ما أدري يعني مهارة أكثر ما هي يعني تعطيني مسألة حلها فهمت شو يعني أحس المشكلة بإيه أكثر من ما هي جينات أو ما أدري طب هتحب نتكلم مثلا على الخاص بعدين آخذ راح تشرك خلص تواصل معاي على الخاص مو علشان شي بس لأنه في أحيان في أعراض خلنا نتكلم فيها بإسهاب ونشوف هل هو فعلا في اضطراب أو لا الإضطراب هذا يعني هو إيش بيسوي نوع من التعطيل في جوانب الحياة قد يعطلك أكاديميا أنت ما تقدر تحصل مثل باقي زملائك يسوي تعطيل فيه أو مشاكل فيه موضوع العلاقات مع العائلة مع الأصدقاء إذا شف فيه كذا جانب من جوانب حياتك ون أو تو فيه تعطيل فيه مشاكل خليك صادق وأمين مع نفسك مش بس الكلام أنا سويت الفاحص وقريت كتاب عن ADHD وصج لاحظت أغلب العراض اللي يتكلمون عنها موجودة فيني بس بنفس الوقت حسنا العراض هذي شائعة وموجودة في كل الناس بس أنا حس جديا أنا بس اللي تأكد صج أنه فيني ADHD أن أتحرك وائد وائد أتلفت طرت حركة هذا مني حسيتنا صج لأ ADHD مني تأكد لأن صج حتى لما سوق وائد الفويهي لما أمشي مثلا وائد الفويهي هذا لحظتنا صج يعني من العراض الكبيرة أو صج حسيتنا في ADHD ممكن الذكور أحيانا ممكن الاتراب ما يجي كامل فرط حركة تشتت الانتباه الذكور يعني أحيانا بيجيهم أكثر فرط حركة الإنات بيجيهم أكثر تشتت الانتباه وفي ناس طبعا كان ذكر أو ممكن يجي الطيف كامل فرط حركة وتشتت الانتباه ما يقدر يركز ما يقدر ينتبه للتفاصيل طبعا أنت كيفك مع التفاصيل هذه التفاصيل يعني صحيح التفاصيل ولا الطف في شكل التفاصيل التفاصيل لاحظت أنا صج شون تفاصيل بأي معنى يعني أنا تكون شغوفة بالتفاصيل يقول لك أعطيني تفاصيل للتفاصيل ويقدر يهتم وينتبه للتفاصيل وفي ناس بالأخص مرضى اضطراب تشت في الانتباه ما يقدر ينتبه للتفاصيل يطفش ما يقدر عليها ما يقدر يعطي انتباه لفترة طويلة مدى التركيز بيكون جليل ما هو يكون مية بالمية لكن احساس المضر لكمية التعطيل اللي موجود في الحياة إذا كان هذا شيء بيعطلني ورب العالمين سبحان الله معطيني يعني سبحانه الذي سخر لنا هذا معطيني علاجات انه هي تساعدني في التركيز في التيقظ اني اتحكم في الحركة الزايدة بحيث ان انا اقدر انتج اكثر فليش لا انا بس انا دائما اقول يعطي نفسه فرصة انه يشوف نفسه معي العلاج اذا كان حس نفسه فعلا هدأ افكار وهدأت الضوضاء اللي جوه هدأت معنى كذا انه في عندي مجال ان انا استفيد من العلاج هو بعد في شغلة ذكرت ان الاده دي مخ نس نفيش لما ينطبخ طريقة الافكار بس هذي انا لحد الان ما فهمته يعني شون افكار تكون نس نفيش مثلا تنطبخ ويقعد نفيش ينبط مخ ينطبخ الموضوع صغير الموضوع صغير ما يحتاج يكبر ويضخم في الموضوع بيعطي اهمية زائدة شنو ميز الاده عن باج الناس يعني شنو النقاط القوة اللي عنده احنا قلنا تكلمنا مرة على النصف الممتلئ من اضطراب فرط الحركة وتشتر الانتباه هذول الناس يكون دائما في عندهم تفكير ابداعي اكثر من باقي الاشخاص ممكن يكون في عندهم تفكير خارج الصندوق ممكن يكون عندهم تفكير لا نمطي تحصل في منهم مخرجين ممثلين كتاب بس موش هم صغار لانه تشتت الانتباه بيقل مع التقدم في العمر وحتى فرط الحركة فغالبا هذول الاشخاص يعني بيبرعوا أو بينبغوا اكثر في مراحل ما بعد البلوغ آه يعني قصدت إبداعيين لا نمطيين عفوين يعني لا مش عفوين بس إبداعيين عندهم تفكير لا نمطي تفكير خارج الصندوق هو شوف أنا حتى توقع توقع أن السؤال غاض أنا بس لاني سألت قلت يمكن عندكم يعني شغلة تفيدني بهذا الموضوع وإذا كنت مزيد الإضاح ونقدر ناخد راحتنا أكثر تقدر تتواصل معي على الخاص أهلا بس بس بترك مجال حق الباجي إذا بيسونا شي أنا شكرا لك لإتاحة الفرس شكرا لك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لا تكرر أنا شخصت شخصت تقريبا قبل سنة ونص تقريبا أو سنتين عملي تقريبا تسعة ثلاثين أنا طبعا كنت قبلها درست وقفت درست وقفت حاليا الحمد لله يعني رجعت للدراسة لي حاليا هذا الترمى الثارث دخلت فيه الحمد لله معدل كويس بس مشكلة أنا بشتغل بس حاليا عشان رمضان أنا ساير عندي مشكلة دائما في المشكلة في رمضان أنه أحتاج أنا بستخدم الكونسيرت أنه في رمضان أحس أنه لازم أحس أن طوال وقت لازم أكون مركز زي من في الصباح تبغى تكون مركز عشان الدراسة في الليت تكون مركز بغول في متى الوقت ولا أعرف ميت أخذ العلاج هل أخذوا وقت السحور ولا أخذوا وقت الفطور برضو وقت السحور شوية أشكال لو أخذتوا قبل ما نام يكون شوية يسبب يعني يكون مرة المفرور الحق شوية صعب يعني أو حتى ينام بس يكون شوية كذا يعني يكون شوية شاد على العصاب وبرضو أنه لما حيجي في الليل يكون خرص فأحس المشكل أنه في رمضان واحد يحتاج مركز طوره وقت فهذا دائما يصير عندي شكال وقت رمضان فما أعرف إش الأفضل طب أنا أبقى أسألك في الأيام العادية بعيدا عن رمضان أنت بتاخده كم مرة في اليوم القنسرت باخده في الصباح في الغارة في الصباح مثلا أول ما صحة مثل الساعة ثمانية كذا أبدأ أنا خرص لما توجد على الساعة مثلا ثمانية الليل أو كذا أنا خرص أتهم مع السحنة حتى أنا في الشغل وكذا أقول لهم خرص ما يعني خرص بعد فترة حتى مثلا أنا نجي مثلا ساعات مثلا أمسك فواتير أشياء كذا أقول لهم ما عليش لما يجي في الليل خرص يعني يمكن شيئا خفيفة بس يبدأ على طول أشعر أنه ما تسير في فكتح أنا في الغارة كم ساعة الدوام حقيفك كم ساعة دوامك اللهي أنه أنا هو نحن أشتغل يعني كقطاع خاص مع الوارد وكذا فتقريبا أنا سعير في الموضوع بس في الغارة أني أنا أدخل من الجامعة أرجع من الجامعة كامل على الدوام أو اليوم اللي يكون مثلا ما عنده محضرة أروح على الدوام فبين زي كذا بين كذا وكذا بس عندي إلى الساعة مثلا دائما ثمانية الليل وتسعة الليل خلاص يبدأ الواحد ما يبدأ يكمل يعني أو يجرس نحس أنه فيه افكت لو كان فيه منقشات أو الاجتماعات فجأة تبدأ تصير الأفكار اللي حلقتهم الداعية شوية يعني يطلع الكنسرت تفضل فيصير فأضطر أنه دائما ما حاول تناقش في الليل ما حاول أشتغل كثير في الليل لأنه وحتى بشغلات في الليل كثير دائما تصحة صباح تلاقي فيه أرور كثير أخطاء كثير وهو حاليا في رمضان إيش الأفضل حل هو في رمضان وفي غير رمضان أنا بس أبغى أقول لك أنه الشخص العادي وليس فقط الشخص اللي عنده اضطراب فرط حركة شدة انتباه الإنتاجية عادة ثمانية تسعة عشر أحد عشر ساعة أكثر من كده صاعد أني أنا كشخص أني أنتج أكثر من كده تاخذ الكونسرطة في الوقت اللي أنت بعد كده خلاص تبغى تركز تبغى تعطي أهمية تبغى ترتب تاخذ الدواء حقك سواء كان كونسرطة أي كان الدواء وتعرف أنه الدواء هذة هيغطيني لفترة تسعة عشر اتناعشر ساعة ماكسمم في الأيام العادية خلاص هيغطيني وفي أيام رمضان هيكون نفس الشيء أنت لا ترهق نفسك زيادة حالك حال أي إنسان ثاني يعني ما تشتغل في الليل وفي النهار وبالأخص مرضى اضطراف فرط الحرك إحنا نقولهم لا تزودوا على نفسكم الانفعال لا تزودوا على نفسكم الجهد هي ممكن يعني خلاص الكونسرطة هيغطيك لمدة عشر اثنى عشر ساعة لأنه فيه ناس يقولولي بس ثمان ساعات تسع ساعات هو مفروض اثنى عشر ساعة إنه هو يغطي وهذا وقت كان بحيث أني أنا أنجز جميع مهامي ورتب أنت وقتك ورتب أولوياتك بحيث أنه أنت تخلص الشيء المطلوب منك خلال الفترة اللي بيغطيك فيها الدواء طبعاً يعني حتى وقف شغل يعني لأجل نفسك وحتى لأجل العمل حتى ما يكون فيه أخطاء وانت من حقك ما يفضل أنه الإنسان ياخد الكونسرس مرتين إذا تبغى مثلاً في الليل شيء يغطيك يعني تكبر الفترة هذا ممكن تأخذ ريتالين ريتالين ثلاث أورس ممكن أنه يغطي لك الفترة هذا مثلاً لو أنت كنت بحاجة أنه أنت تشتغل في الليل فيه اللصقات الباتشز ترانس ديرما الباتشز دور عنها موجودة موجودة تقدر تطلبها طيب هذه تعتبر عليها كنترول كنترول كل استميولنس كنترول لأنه المادة الفترة نعم لأنه أنا بس أسأل دائماً ما أدري ما حصلت كل الفكرة اللي بيعطوني اللي هي في دواء دبس أو شيء كذلك وفي الكنسرط دائماً هما هذا اللي بيعطي دائماً كما روح التكتور هذا اللي بي يغطر حول الثاني مفعول مو يعني ما حسيت إنه مفعول مناسب الكنسرط أفضل أوكي في شوية تعرض أرق وكذا بس الحمد لله خلاص يعني تعود الواحد على بس شكل عام يعني نحن بنقول الناس اللي محتاجين فترات إنتاجية أعلى يحتاجوا ستميولنس يعني أنا دائماً أفضل إنه مثلاً تاخد كونسرط يغطيك الفترة الأطول في مثلاً فترة راحة بعدين أبغى أرجع لدوام في الليل خدرت رتالين هيغطي ثلاث أربع ساعات بمنتهى الأرياحية وخلاص وحيوقف بعد كذا أقدر أرجع البيت يعني عندي شهية أتعش وأنام وأنام نوم طبيعي رتالين مفعول وقليل في الليل أنا أفضل دائماً الريتالين اللي هو الاميديات ريليز طوام طوام والله أتكر عافية دكتور والباتشز الرمضان تقدر من طبيبك وارفقها يعني حتى هيئة الغذاء والدواء عند الفسح لما مثلاً أنت تطلبها من بر أو شيء عند الفسح أنت تقدر ترفق الوصفة الطبية الـ controlled prescription حقتك وحيفسحه لك هي طوام الدولة معنا وصدقني يعني بيقدموا كثير مساعدات جزاهم الله خير في الموضوع هذا طوام الله يدكم وعافية دكتور أتمنى أني أكون أجبتك على السؤال هوني شوي على نفسك يعني ما تطلب من نفسك أنه أنت تشتغل طول الفترات هذه بحاجة أن أنت مثلاً تشتغل مرة ثانية في الليل يو كان تيك ريتاليان طوام طوام الله يعافيك الله يعافيك 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 العافية دكتورة هديل يعافيك استمتعنا والله بالحوار المساحة هذه أثريتيها بالمعلومات ما قسرتي دكتورة هديل الله يعافيك العافية شكراً لكم مستمعين الكرام شكراً دكتورة هديل يعافيكم العافية شكراً شكراً استاذة لول وشكراً فريق إشراق الكامل الرائع وشكراً لجميع المستمعين في هنا أحد دخل أستاذة يبغى يمكن يتكلم ومفتوح عنده المجال هو نفس الشخص هو نفس الشخص اللي قبل هو نفس الشخص طيب أوكي أوكي على بركة الله الله يسلمك شكراً اللهم بلغنا رمضان فأمان الله استودعتكم الله استودعتكم أمان الله جميع فأمان الله مع السلام شكراً